موسيقى الكتاب هو مصنف لرحلات أربع رحلات إلى الصين وتمت في الفترة من 2010 إلى 2020 كانت لي فيها الفرصة أنني سافرت بقبعات متعددة مرة قبعة إعلامية صحفية ضمن وفود صحفية وأحياناً قبعة سياسية ضمن وفود سياسية أحياناً الحزاب الكتلى وأحياناً حزب التحدي الشراكي الوحد وأيضاً بقبعات أخرى ويقبعات باعتبار أحد المنتخبين مسؤولين سابقاً في الجيعة والتالي تحتلي فرص أن أتطلعها وأن أعيش عن قرب مع يعني العديد من مظاهر الحياة الصينية وتطورها من 2010 إلى 2020 ولكن أيضاً تحتلي الفرصة باش نعيش واحد اللحظات قوية جداً سواء خاصة بي مثلاً الوصول إلى مدينة من البطوطة والتقاط صور إلى جانبي تمثاله الضخم في مدينة تيوانشو وأيضاً لحظات زيارة انطلاق ثورة التي صنعت الصين الشعبية مع ماو أو كذلك بعض المعاهد الكبرى ومختبرات البحث حال بيولايك التي هي لحد داتها دولة حقيقة من حيث النساحة والتحتلي أيضاً أن نطلع على الحياة الصينية سواء مؤسساتية أو التقافية أو في التدبير أو في التنوع التقافي أو في التاريخ كما كان الأمر بزيارة المعات الأساسية للصين القديمة كل هذا بطبعات الحال لا يجعله من الكتاب مصنفاً في الدبلوماسية أو كتاباً مؤلفاً في الاقتصاد أو محاولة التفسير بقدر ما هو تفاعل ذاتي من زاوية ذاتية بالركام الذي راكمناه فأنا من حسن حد أنني أنتمع إلى جيل كان النقاشات في الجامعة وانتماعات في الجامعة جعلته يستأنس بالصين وبالماوية وبالأفكار التي صنعت الصين الجديدة وأيضاً بالتحولات الفكرة التي أقبتها بعد 78 ومجيء دينكسي أو فينك إلى آخر وبالتالي كان فيه واحد الاستئناس واحد القرب مع الصين ساعدنا على أن نجد أنفسنا أن ننتمي إلى هذا الشرق الواسع وطبع الحال هو أيضاً محاولة نقل دقيقة وشفافة بما يصاحبها أحياناً من انتباعات ومن عواطف خاصة أحياناً تصل حتى الاكتئاب باعتبار المقارنة التي تحدث هنا وهناك لكنه مع ذلك محاولة لنقل حقيقي وقريب من الواقع ليست فيها أحكام بقدر ما فيه محاولة فهم ومحاولة اقتراب ومحاولة عيش بالأساس لما يحدث في هذا البلد الكبير كل شيء في الحقيقة منذ أن وطأت قدامنا مطار بيكين وكان كل دهشة تقودك إلى دهشة أخرى وأيضاً أنه الصين التي وجدناها في 2010 ليست هي الصين التي وجدتها في 2012 وبعد أقل من 6 سنوات أيضاً كانت صين أخرى وكانت تطور آخر إلى فهم وبالتالي أعتقد أن الصين كلها هي غنيمة دهشة أتمنى أن يساعدنا الذكاء المغربي والتعاون وهذه الاستراتيجية لكي نقفز القفزة التي نريد وبطبيعة الحال لا ينبغي لنهر السبوء أن يقلد النهر القنصي الصيني لكل نهر مجرى ومساره ودفافه